الشيخ الجليل أحمد ديدات ولد بالهند عام 1918 وتعلم في صغره حتى الصف السادس فقط إذ انقطع عن الدراسة لأن عائلته لم تستطع تحمل تكاليفها ثم أجبر على ترك بلده وسافر إلى جنوب إفريقيا لمساعدة والده بالعمل فعمل بائعا وسائقا في جنوب إفريقيا كان يتعرض دوما لمضايقة المبشرين المسيحيين الذين كانوا يهاجمون الإسلام ويقللون منه فحز في نفسه أن لا يجد في كل مرة ما يرد به على افتراءاتهم عول على نفسه فدرس القرآن الكريم والسيرة النبوية ونهل من أمهات الكتب الإسلامية ولم يكتفي بذلك بل انكب على دراسة الإنجيل والتوراة وكتب المبشرين النصارى وبعد أربعين عاما من البحث والدراسة تفرغ للدعوة إلى الإسلام متسلحا بحضور بديهته وقوة حجته ومعرفته الواسعة بالأديان تحدى في مناظرات شهيرة كبار القساوسة المسيحيين مثل أنيس شيروش وروبرت دوغلاس وفلوريد كلارك واستطاع أن يربكهم ويكشف مواطن الضعف والتناقض في خطابهم التبشيري فأسلم على يديه آلاف المسيحيين وصار بعضهم من الدعاة للإسلام دعاه القس الشهير جيمي سواغارت في 1986 لمناظرة بينهما لب الشيخ أحمد ديدات الدعوة سافر إلى الولايات المتحدة ليخوض مناظرة القرن رد هادئا مازحا على كل ادعاءات القس ومناوراته حول الدين الإسلامي ثم استند إلى القرآن والنسخ العديدة من الكتاب المقدس ليثبت أن الإنجيل قد تم تحريفه من السلطة الكنسية فأفحمه وألجمه أمام الملايين حول العالم فأفحمه وألجمه أمام الملايين حول العالم فأمام الملايين من النفوه بإذن أن الطفل التي تفعل Charmاني إذا ما نقول للغاية جلس في مراية القرآن لا ت Responsorial كما من نعتمد المسلمين إلى القرآن نعتمد أن القرآن كانت ت시에 بالسمى القرآن اللعmbre يقول هو سببه تقول الله أيضًا تقول أنه هو شخصا والك ولي 所以 محمد قال كلا والله أحد لا تقول النهال سابد جاميئًا وباللن يقول الله إذا فقلت ، فهو القرآن هو مجموعة مجتمع. الشرسين لا يؤمنون مجتمع مجتمع مجتمع. إنهم يؤمنون أن الانساء والبنز التفكير تؤذف الناس، تحرك الناس إلى الخروج. ولكن في هذا الأمر لا يمكنك إليها رائعة لتعلم. وذلك يعني أن هذا خروج. ألف الشيخ ديدات كتبا عديدة من أهمها ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم هل الكتاب المقدس كلام الله مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء وأسس في مدينة دوربان معهد السلام لتخريج الدعاة الإسلاميين ومركز الدعوة الإسلامية الذي لا يزال حتى اليوم نشطا في مجال الدعوة توفي الشيخ ديدات عام 2005 بعدما أدى رسالته في الانتصار لدينه وهداية الآلاف حول العالم للإسلام إننا نؤمن بأنه لا إكراه في الدين ولكن يجب الإظهار والدعوة باللسان والعقل وبالذكاء والحنكة وهذا ما توقفنا عن فعله منذ قرون فابذلوا قصارى جهودكم في نشر كلمة الله إلى البشرية إنها المهمة التي لازمتها في حياتي